أصبح تكتل بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم على الرغم من حدثة عهده وصغره من حيث عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والأسيان يتميز بريكس عن غيره من التكتلات العالمية بأنه غير تقليدي فدوله لا تشترك في نتاق الجغرافي بل تنتشر في أربع قرات هي أسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا سنوات أو ربما عقود تلك التي يحتاجها عالمنا للوصول به إلى عالم متوازن في علاقاته الاقتصادية من هنا جاءت أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس كقوة اقتصادية وسياسية وبرغم حداثة عهد تكتل بريكس وقلة عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والأسيان فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية مما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية أنه غير تقليدي فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي بل تنتشر في أربع قارات هي آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الانتاجي إنما تشترك في كونها دولا نامية وناشئة تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية وهو الهدف الرئيسي الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل خاصة وأن الوزن النسبي للصين وروسيا إضافة إلى بعض دول الخليكة السعودية والإمارات ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل تؤكد قوة التكتل تتوقف قدرة التكتل على تنفيذ أهدافه على اتخاذ قرارات من شأنها تغيير بعض المفاهيم والمعادلات والعلاقات في الاقتصاد الدولي من أهم تلك القرارات اتخاذ اتجاه مرتبط بتقليل الاعتماد على الدولار ليصبح الاعتماد على العملات المحلية والاتجاه إلى أن تصبح هناك عملة خاصة بدول البركس كذلك ضرورة عدم الاعتماد على صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال تفعيل وتقوية مؤسسات أخرى بديلة وفي ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتخذها وتنفذها القيادة المصرية الرشيدة يأتي انضمام مصر إلى تكاتل البركس ليضيف أبعاداً هامة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري كجفب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل الميسر من خلال بنك التنمية التابع لتكاتل البركس وتطوير قطاع الصناعة وزيادة التبادل التجاري وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعلن عدداً من المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البركس على رأسها زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر من دول المجموعة إلى نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023